كمان خلينا نروح من ليبر بول نروح لأتليتيكو أتليتيكو مادريد يمكن جماهير أتليتيكو مادريد بتستقبل ما بين قصين كده الخائن الخائن طبعا جريزمان بصفيرات الاستهجان امبارح في مباراة ليبر أتليتيكو مادريد مع بورت وطبعا في الشامز ليج يمكن كان فيه حالة من الغضب الجماهير الكبير جدا ضد النجم أتليتيكو مادريد جريزمان طبعا بأول منزل كان فيه صفيرات استهجان كبيرة جدا جدا ويمكن لما اتعلن اسمه دمن التشكيلة دمن فريق أتليتيكو مادريد كان فيه غضب في المدرجات يمكن حضراتك طبعا عارفين بعد عودة جريزمان لصفوف أتليتيكو في السيف ده جاي من برشلون على سبيل العارة حتى نهاية الموسم كمان الجماهير أتليتيكو مادريد وصفت اللاعب بالخائن يعني هو وصفت اللاعب أنه في وقت معين كان هو بيطالب الرحيل ويمكن الخروج من أتليتيكو مادريد إلى برشلونة ويمكن كمان قصر الشرط الجزائي اللي كان في عقده مع أتليتيكو مادريد ودفع 120 مليون يورو من أجل الرحيل لصفوف البارسة علايت بعض الصحف هناك وكتبت صحيفة موندو دوبرتيبو الأسبانية قالت أنه تعرض الفرنسي أنتوان جريزمان لصفرات الاستهجان من الجماهير حين أعلن اسمه ضمن قائمة البودلاء بودلاء أتليتيكو مادريد فيه قبل مباراة بورتو وكمان الجماهير صفرت أثناء نزول جريزمان بديلا في الشوت الثاني في الديئة 58 وأضافت الصحيفة أنه كان مشجع أتليتيكو مادريد يعني كانوا مش غضادين بس لكن كان عندهم غضب كبير جدا ويستقبلوا جريزمان بعاصفة من الصفافير والاستهجان وكان طبعا طريقة كانت بتشعر بيها أو وصل هذا إلى جريزمان كمان وكان هو عنده حالة من الحزن إلى حد ما ويمكن بعض طبعا وبعض الجماهير قالت أنهما ما يستحقش من الرجوع تاني لأتليتيكو مادريد لكن جريزمان ما زال طبعا لعيب مؤثر جدا لكن زي ما بقول حضراتكم عملية الانتقال من نادي النادي حتى على مستوى النجوم الكبار حتى على مستوى الطوب ليفل زي ما بنتكلم بيكون طبعا تأثير الجماهير كبير جدا والحالة النفسية والحالة المزاجية أكيد بتحدد بشكل كبير جدا استمرارية اللاعب ولا لا